سجل البرازيلي فينيسيو جونيور هدفا والأرواع في مرمى نادي برشلونة ونجح فينيسيو في تسجيل هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة السابعة والسانية على برشلونة في الدقيقة العشرة من عمر اللقاء لتصبح نتيجة 2-1 لصلاح الملكي ويولاك الآن فريق ريال مدريد نظير برشلونة ضمنه منه في سائد نهاية كاس السبر الإسباني وذلك على ملعب الأول بارك بالملكة العربية السعودية ومرت 25 دقيقة من عمر النبارة بين ريال مدريد وبرشلونة وسلتقدم المرنجي بنتيجة 2-0 سجل الهدفين فينيسيو الجونيور وبكذا نكون وصلا إلى نهاية الفيديو ما تساشتراك في القناة في حظر القرص وتعمل لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته